السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الدبلومات الفنية الشعبة المعمرية. تخصص اعمال البناء. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة تقطيط وادارة انتاج. زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت. اتكلمنا على تسمين اعمال المباني. ازاي نتمن نحسب الخامات اللي احنا محتاجينها. تمام? ونصع ونحسب الاسعار بتاعتها بالمتر الايه? بالمتر المربع زي ما اتكلمنا في الحلقة السابقة قلنا في نوعين للاياسات بالمتر المربع وبالمتر الايه? بالمتر المكعب. المتر المربع اللي هو طول في عرض او ايه? او طول في ارتفاع. اللي هو المتر المربع او المتر المساط. اما بالنسبة للمتر المكعب قلنا يا شباب المتر المكعب ده ميم قس تلاتة ميم قس ايه قس تلاتة بالمتر المكعب يعني تلات حاجات مضربين في بعض طول في عرض او طول في ايه او طول في عرض طول في عرض في ارتفاع اللي هو قس ايه قس تلاتة طيب تعال نشوف كده وقت اللي احنا اتكلمنا مع بعض في الحلقة السابقة ازاي نحسب بالمتر المربع تمام? وحسابنا واخدنا تمرينين. تعال نشوف بقى النهاردة ان شاء الله ازاي نحسب بالليه بالمتر المكعب ازاي نحسب خماد وازاي نحسب تكلفة بالمتر ايه بالمتر المكعب طيب قبل ما نبدأ في التمرين بتاعتنا القاعدة الاساسية اللي انا هشتغل عليها تمام? زي ما اتكلمت قبل كده في الحلقة السابقة تمام? وقلت ان الاحتياجات المتر الواحد مباني عشان ابني متر واحد مباني بحتاج ستين طوبة وبحتاج تلاتة من مية متر مكعب رمل لان الرمل بتتقاس بالمتر الايه بالمتر المكعب وبحتاج تلاتة من مية تلاتة من مية اللي هي نسبة الاسمنت هضربها تلاتة من مية في كمية الاسمنت اللي هو هيدهني في التمرين. دي القاعدة الاساسية اللي انا اشتغلت عليها بالنسبة لمن? بالنسبة للمتر المربع. طب تعال نشوف كده بالنسبة للايه? للمتر المكعب. القاعدة الاساسية اللي انت هتشتغل عليها تعال نبص مع بعض كده. ربعمية وخمسين قالب. مقاسي قالب خمسة وعشرين في اتناشر في ستة. طب هناك بالمتر المربع. حسبناهم كام? ستين قالب. هنا ربعمية وخمسين قالب. اه بالمتر المكعب. لان انا قلت لك بتضرب طول في ايه? في ارتفاع. طيب. عند الرمل خمسة وعشرين من مية متر مكعب رمل. يعني ربع متر مكعب رمل. لعشان لزق بيهم عشان عشان انفز بيهم قديه طوب ربعمية وخمسين قالب بس خمسة وعشرين في اتناشر فيه في ستة. طب عند الاسمنت كمية الرمل. عشان احسب الاسمنت دي هناك قدت بضربها في نسبة رمل اللي كانت كام تلاتة من مية. هنا نسبة الرمل عندي كام خمسة وعشرين ايه? خمسة وعشرين من مية. يبقى كمية الرمل اللي هي خمسة وعشرين من مية هضربها في نسبة الايه? الاسمنت المعطاة في التمرين. في نسبة الاسمنت المعطاة في ايه? في التمرين. ادالي تلتمية. ادالي ربعمية. ادالي تلتمية وخمسين. حسب ما اداني هروح ضربها في اللي ايه? في الخمسة وعشرين من مية. طب تعالى بقى نشوف مع بعض كده ازاي احسب المصنعية. انا قلت لك في المتر المربع في المتر المربع بتتحسب المصنعية بطريقة متر هيقول لي مسلا انا هاجي واعمل لك المتر ده او الميت متر دولت بس حساب المتر الواحد بميت جنيه يبقى انا هاضرب الميت جنيه في كمية الطوب او في كمية الامطار اللي انا استهل ميت متر متين متر خمسة ايه خمسمائة متر الف متر يبقى انا هاضرب اللي هي نسبة او عندي كمية اللي هي كمية المباني هروح ضربها في سعر المتر الواحد يديني سعر اللي هي سعر المصنعية بتاعت ده لو احنا اتفقنا مع بعض على ان انا ان احنا هنتحسب مع بعض بالايه بالمتر طب في عندي طريقة التانية اللي هي عندي نظام المصنعية نظام النظام المصنعية بالايه باليومية اللي هي بالبلدي كده شباب بسميها الطريحة لو انا مسلا عندي شوية شغل صغيرين كده او مرمى بنسميها بالبلدي تمام او لقيت الصناعية بيتدلعوا هاجي اروح ايال له ايه انت قعد بتجر ايام مع بعض كدهوت وما بتنجزلش الشغل فانا هروح ايه هروح قلب على الطريقة التانية اللي هي نظام ايه يا شباب نظام اللي هي الطريحة اللي هي اليومية بص هنتفق مع بعض ان انت طريحتك النهار ده مسلا مسلا ايه هتنفز العشرة متر العشرة متر دولار تخلصهم في ساعة في ساعتين تخلص وتتوكل على الله يبقى هتتحاسب على العشرة متر اللي انا اقول له ايه اللي احنا اتفقنا عليه تمام طيب هنا في كان في في الحلقة اللي فاتت احنا حسبنا المصنعية باليومية بالنسبة للمتر المربع ينفز لي اتنين عامل اتنين عامل واربعة اللي هما الاتنين الصناعية اللي هما اللي هما البنيين تمام ومعاهم اربعة صناعية يساعدوهم واحد يناولوا المونة واحد يناولوا ايه الرمل ويناولوا الطوب تمام ويزبط له الدنيا تمام هاي اللي اتنين البنة هيحتاجوا اربع صناعية كانوا هينفزه ادي ايه في اليوم الواحد? تعال انا نفتكر معا بعد كده هينفزه اربعين متر مربع في اليوم الواحد. اربعين متر مربع في اليوم الايه? الواحد. طب تعالى بقى بالنسبة للمتر المكعب. قلت لك فيه طريقتين للمصنعية? اول حاجة بالمتر المربع. اول حاجة بالمتر. تمام? اتفل معاه على سعر المتر مسلا ايه? اه ميت جنيه. ميتين جنيه. طلت وميت جنيه. اضربها في كمية الايه? كمية المباني اللي انا هبنيها. تمام? يا بي هي 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 ديت اللي ايه المصنعية. الطريقة التانية اللي هي نزام الطريحة او نزام اليومية. طب نزام اليومية في المتر المكعب. اللي اتنين بنى ومعهم اربعة مساعدين يعملولي خمسة متر في اليوم الواحد. الخمسة متر دولة كمان ايه? لما يكون فوق سطح الارض. فوق سطح الارض. لان فوق سطح الارض. هحتاج ان انا ازبط بقى بمزان خيط واعد ادرع الشغل بتاعي بالقدر ده وعلى المزان وازبط بمزان المية والدنيا تمام تمام فهي هتبقى النسبة فوق فوق سطح الارض هدي بقى كام يا شباب? خمسة متر. يعني اتنين بنى واربعة. نخلي بالك عشان ان احتاج الكلام ده في المسال بتاعتنا في التمرين. امام? اتنين بنى واربعة صناعي مساعدين معهم يعملولي خمسة متر فوق سطح الارض. ده لو تحت سطح الارض يعملولي سبعة متر. تعالوا شوفي الكلام اللي احنا قلناه. حساب المصنعية. حساب المصنعية لما بتكون بالمتر بالمتر كمية المباني المرات تنفذها انا هنفذ ميت متر او ميتين متر او خمسمين او خمسميت متر او الف متر اضربها في مصنعية المتر الواحد. وشكرا على كده. وخلصت ايه? وخلصت الطريقة داية. طب لما تكون حساب المصنعية باليومية. تعال ان نحسابها كده قد اتنين بنى زائد اربعة فاعل يقوموا بتنفيذ خمسة متر مقعب مباني فوق سطح الارض. اللي هي بنسميها اعلى الطبعة الايه القزلة? ده لليوم الايه? اليوم الواحد. وخلي بالك ان ده فوق سطح الارض. طيب لو تحت سطح الارض. تحت سطح الارض نفس العدد اتنين بنى واربعة فاعل يقوموا بتنفيذ سبعة متر مقعب mikباني تحت سطح الايه? الارض. بسميها اسفل الطبقة العزلة. ده في اليوم الايه? الواحد. خلي بالك ان دي الداتا او النوتا اللي هن هشتغل عليها. دي الاساسيات بتاع لما يجي يقول لي تحسب بالمتر الايه المقعب. تحسب خمات وتكاليف المتر الايه المتر المقعب. طب تعال نشوك كده اول تمرين معايا. احسب الخمات والتكاليف. يبقى هو هنا في المسألة عايز خمات الخمات ادي ايه? والتكاليف ادي ايه? اللازمة لبناء عشرين متر مقعب. وزي ما زي ما اتفقنا في الحلقة اللي قبل كده. تمام? ابص على مفتاح المسألة. هل هو جيبها لي ميم قص ثلاثة ولا ميم قص اتنين بالمتر المقعب ميم قص ثلاثة. مش شرط ان هو يكتبها لي ما بين قصين كده قط لان انا راجل دبلوم راجل فاهم. هيكتبها لي متر مقعب مش شرط. هي ممكن يجيبها لي ميم قص ثلاثة. يبقى ده بالمتر الايه? المتر المقعب. مباني من الطوب الرملي او الطفل اي طوب اي نوع من الانواع وهيجيب لي مقاسه خمسة وعشرين في اتنشر في ستة. بمونة الاسمنت والرم. هبني هلزة الاولي بديت بمونة الاسمنت والايه? والرم. هخليها وحدة واحدة بايه? بمونة الاسمنت والرم. بنسبة هلي بالك بقى عشان الحاجات اللي ايه? الارقام او الكلمات اللي احنا هنحتاجها في حل اللي ايه? التمارين. الكمية اللي انا هشتغلها مع بعض. احنا اتفعنا كام? عشرين متر مقعب. طيب. بمونة الاسمنت ورمل. بنسبة خلي بالك نسبة الاسمنت. تلتمية كيلو جرام اسمنت لكل متر مقعب رمل. يعني كل متر مقعب رمل هتحط له كام اه اديه اسمنت? تلتمية كيلو جرام اسمنت. يعني كم شكارة يا شباب? الشكارة خمسين كيلو. الشكارة الوحدة خمسين كيلو. يبقى حضرتك كده هتحط كم شكارة? هتحط لها ست شكاير. ست ايه? ست شكاير لكل متر مقعب رمل. علما بان سمن الالف طوبة. طبعا الارقام الاسعار اللي احنا هنتكلم عليها دي ات اسعار تقريبية. احنا اهم حاجة ان احنا نوصل للمضمون. ما تقولش ان الاسعار دي ايه? دي بتاع هي بتاع الزمان. مش بتاعت حالية. علما بقى ان سمن الالف طوبة ميتين وتمانين جنيه. وسمن طن الاسمنت تسعمائة جنيه. وسمن المتر مقعب رمل مية وستين جنيه. ومصنعية المتر الواحد. يبقى انا هشتغل على العشرين متر مقعب. الحاجة اللي انا هحتاج اهو. هركز عليها. تمام? واخدها في همش برة. عشرين متر الكمية اللي انا هشتغلها اديه. عشرين متر مقعب مباني. طيب. نسبة الاسمنت تلتميت كيلو جرام اسمنت لكل متر مقعب رمل. طيب. ايه الحاجة التانية? نخش في الاتمن. نخش في الاتمن. سمن الالف طوبة ميتين وتمانين جنيه. سمن طن الاسمنت. طن الاسمنت بتسعمية جنيه. وسمن المتر مقعب رمل مية وستين جنيه. مصنعية المتر الواحد ميتين جنيه. يبقى هنا المصنعية كام? ميتين جنيه. نسبة استهلاك العدة والارباح بتاعة المقاول اللي هيقعد يجيب لي العدد اللي نقصه اهو العدد لما تبوز وتتصلح هتحتاج صيانة هتحتاج ايه? ممكن اشتغل عدد. يبقى نسبة العدة والارباح بتاعت المقاول اللي هو هيتابع الشغل بتاع والسلم منه نسبته كام 20% طيب هنيجي نبص جدوات للحل اول حاجة يا شباب هنقول حساب الخمات والتكاليف اللازمة لعمل 20 متر مقعب مباني حساب الخمات والتكاليف اللازمة ل20 متر مقعب مباني الرصة بتاعتنا زي ما احنا عارفين طوب رمل اسمنت طوب ورمل وإيه واسمنت طيب الكمية اللي انا هشتغلها دي 20 متر يا هدي العشرين متر هي اروح ضربها في كمية المتر الواحد طوب اللي هي المتر الواحد بيحتاج كم طوبة 250 طب وان هعمل متر واحد ده ان هعمل 20 متر يبقى 450 450 كم مرة 20 مرة يبقى 20 متر في 450 وقسمهم على 1000 عسان اقل العدد اللي صفر اللي هنا تمام وحضرتك ما تتخدش ويحصل لك رهبة في الامتحان وتلاقي اصفار كتير واتمان كتير وارقام كتير صعبة وتقلق لأ انا بروح قسمها على 1000 وكمان عشان الطوب بيتباع بالايه بالالف روحت انا ايه روحت انا عملت ايه باشماندس اول حاجة الطوب بيسوي عشرين اللي عشرين دي ايه عشرين دي اللي هي الكمية اللي انا هشتغلها اللي انا هنفزها اضربها فيه كمية المتر الواحد وقسمها على 1000 تلاقي 9000 طوبة يبقى انا عشان اعمل عشرين متر مكعب مباني محتاج كم طوبة 9000 طوبة سعر الالف كام 280 جنيه ضربت التسعة يبقى انا اتحولت من الخامة عرفت الخامة بتاعتي اديه وسعر الالف طوبة كام بميتين وتمانين ضربتهم في بعض تلعلي كام تلعلي 2520 يبقى انا عشان انفز العشرين متر مكعب مباني ديت يبقى انا محتاج ايه 9000 طوبة الالف ونزلت السوق سألت عفوا 9000 طوبة ضربتها في سعر الالف تلعلي تلعلي التسعة تلاف طوبة عاملين كام 2500 وعشرين طيب خلتهم على جنب وركنتهم جبتي بعد جواد ايه رحت اتفقت على الرم الكمية اللي انا هنفزها دي عشرين متر العشرين متر ديت في كمية الرمل اللي انا قلتلك عليها في الايه في الداة بتاعتي في الاول القاعدة الاساسية بتاعتي اللي ايه 25 من 100 لكل متر ايه لكل طن اسمنت ايه 25 من 100 ديت ضربتها في العشرين تلعلي 5 متر مكعب رم 5 متر مكعب ايه رم يبقى انا عشان انفز العشرين متر دولت يبقى انا عايز 5 متر مكعب رم ضربتها في سعر المتر الواحد رمل اللي هي 160 جنيه اداني 800 جنيه يبقى انا عرفت الخامة بتاعت اللي هي الرمل عشان انفز العشرين عايز 5 متر مكعب رمل 8 متر كام الرمل 160 جنيه ضربتهم في بعض اداني 800 جنيه طيب بعد جواد الاسمنت يا شباب الكمية اللي انا هشتغلها اللي هي العشرين كمية المباني اللي انا هشتغلها كام عشرين طب التسعة دي جات منين قلتلك هناك قلنا بنضرب نسبة الاسمنت هتعالى على جنبه هو جايبها لك في ايه في هامش على جنب نسبة نسبة ايه شباب نسبة الاسمنت عندي في نسبة الرمل عندي في التمرين اللي هي الخمسة وعشرين في المية تمام ال خمسة وعشرين في المية. متأسف هنا هتتعدى هتبقى خمسة وعشرين من مية. هتدير في تلتمية هتديني كام يا شباب تسع كيلو جرام. اسمنت. تسع كيلو جرام ايه? اسمنت. اضربها في العشرين. تمام واقسمها على الف. هتيجي تقولي الالف ديت بتاعت ايه اساز? هقول لك الالف ده لو انت وسطت الناتج تسع كيلو جرام هو الاسمنت بيتباع بالكيلو? يبقى انا لازم انا احول من الكيلو للطن يبقى انا هاقسم على كام? على الف. يبقى انا اضربت الكمية في تسعة من عشرة في تسعة اللي ايه التسعة ديت النا اضربتها هنا خمسة وعشرين في تلتمية هتطلع بخمسة وسبعين متأسف يا شباب هتطلع ب خمسة وسبعين. الخمسة وسبعين دي هي تقسمها على الالف هتطلع لي بالاية? بالكمية اللي هي موجودة عندي ديت التمنتاشر من مية طن اسمنت. اضرابها في سعر سعر الطن بتاعي تسعمية جنيه يبقى تسعمية في تمنتاشر من مية هتطلع هنا بكمية اتنين وستين جنيه. هنفترض ها ديت تمام? لغاية ايه? وهنعدلها هنعدلها واحنا بنحلها. حبيت ان انا اجيب كده هوت عشان حضرتك تبقى انت عارف ان ايه? حضرتك تعدل. اه انت غلطت هنا يا اساز. ايه الغلطة بتاعتي? ان انت ضربت الاسمنت هنا في النسبة اللي هي كام? اللي هي بتاعت المتر المربع هي. لا احنا عايزين الناس تبقى صحية ومفتاح معنا? يبقى دي مش تلاتة من مية. دي خمسة وعشرين من مية هضربها في التلتمية هتطلع بخمسة وسبعين كيلو جراب. الخمسة وسبعين ديت اروح اسمها على الالف هتطلع عليه كمية الطن بتاعي. اروح ضربها في سعر الاسمنت بتاعت تسعمية يبقى تلعت بكم? مية اتنين وستين جنيه. مسلا اروح مجمع سعر التوب اللي هو كام? الفين خمسمية وعشرين. وسعر الرمل اللي هو التمنمية وسعر الاسمنت اللي هو مية اتنين وستين جنيه. جمعتهم مع بعض. ادي نقس الخطوة الاخيرة. اسمها اجمالي سمن الخمات. تلع كم اجمالي سمن الخمات? تلات تلاف ربعمية اتنين وتمانين جنيه. تلات تلاف ربعمية اتنين وتمانين ايه? جنيه. ده سعر الخامة اللي انا هروح اشتري بها الحاجة. طيب انا جبت الحاجة وخلتها على جنب. طيب الخامة دي ات عايزين عايزين صنايايا لها ولا لا? هنيجي للخطوة اللي بعدها حساب ايه? حساب اجور العمال اللي هي المصنعية. طيب حساب اجور العمال اللي هي المصنعية احنا لو رجعنا لراس المسألة اول حاجات اللي احنا قلنا هنركينا على جنبه وهنستخدمها قال لك مصنعية المتر الواحد كام? ميتين جنيه. يبقى مصنعية المتر الواحد متين جنيه في الكمية اللي انا هشتغلها العشرين متر ومرب العشرين متر مقع عبدية شباب. يبقى هتعمل لي كام? عشرين ايه? عشرين في اناتين. باربع تلاف جنيه. اربع تلاف ايه? اربع تلاف جنيه. يبقى اجمالي سمن الخمات والمصنعية. طيب نرجع بقى لليه? للخطوة اللي قبلها? اجمالي سمن الخمات تلع كام? تلات drop ربعمية اتنون وتمانين زائد المصنعية تلعت بكم باربع تلاف يبقى تلات تلاف ربعمية اتنون وتمانين زائد اربع تلاف هيطلع لي سبعة تلاف ربعمية كام سبعة تلاف ربعمية اتنون وتمانين ده نصيب ايه شباب ده نصيب الخمات تمن الخمات والايه والمصنعية نيجي للخطوة اللي بعديها السهلاك العدة والارباح اللي احنا اتفقنا عليها اللي هو نصيب المقاول كم في المية عشرين في المية هاخد السعر اللي هو بتاع الخمات والتكاليف هاخد الخمات والمصنعية متأسف الخمات والمصنعية تلع كم سبعة تلاف ربعمية اتنون وتمانين احسب العشرين في المية بتاعتهم يبقى ده نصيب المقاول يبقى السبعة تلاف ربعمية اتنون وتمانين في عشرين واقسمهم على المية اللي هي العشرين في المية معناها عشرين على ايه مية طلع نصيب الرجل المقاول بالعدة بتاعته بالشغل بالمتابعة بتاعته هياخد كم الف ربعمية ستة وتسعين واربعة من عشرة يبقى لما تيجي تبص اخر خطوتين انت جمعت مين ومين جمعت الخامات والمصنعية تلع فلوسها كام سبعة الاف ربعمية اتنون وتمانين طيب والخطوة اللي بعديها نسبة الارباح للمقاول والعدة كام اللي هي العشرين في المية تلع كام الف ربعمية ستة وتسعين واربعة من عشرة طب تعالى نجمع الرقمين دولت مع بعض يبقى اسمها الخطوة الاخيرة اجمالي سمن المصنعية ونسبة استهلاك العدة وارباح المقاول اللازمة لعمل عشرين متر مكعب عشرين متر مكعب مباني هنجي نبص هنا اخر حاجة طلعت اللي هي سمن الخامات والمصنعية كام سبعة الاف ربعمية اتنون وتمانين هتجمعها على اللي هي نسبة الارباح اللي هي الف ربعمية ستة وتسعين واربعة من عشرة اهد الرقمين اهو اهد الرقم بتاع الخامات والمصنعية سبعة تلاف ربعمية اتنون وتمانين زائد نسبة الاستهلاك العدة والارباح اللي قال عشرين في المية تلعد بكم الف ربعمية ستة وتسعين واربعة من عشرة يبقى بيساوي الاجمال كله كم? تلاف تسعمية تمانية وسبعين واربعة من عشرة جنيه. ده كده واقف علي العشرين متر مقعب مباني العشرين متر مقعب مباني واقفين علي خمات خمات ومصنعية وعدة واقف علي بكم? تلاف تسعمية تمانية وسبعين جنيه واربعة من عشرة. طيب لما يجي حد يسألك ويقول لك طب طلع لي بقى سعر المتر سعر المتر الواحد واقف علي بكم خامة ومصنعية ومقاول. هنعمل يا شباب هتاخد العدد ده الرقم ده او القيمة ديت او النتج اللي طلع ده التلاف تسعمية تمانية وسبعين واربعة من عشرة. هتقسمها على عدد الامطار اللي انت هتنفزها اللي هي العشرين تمام? يطلع لك واقف عليك المتر بكم خامة ومصنعية ومقاول. ده كده لو جد لنا مسألة في الامتحان ازاي نحسب تسمين بالمتر المقعب تمام? والمصنعية بتاعتنا بالايه? والمصنعية بتاعتنا تمام? بالايه? اه بالمتر تمام كده هو? طيب لو جاب لنا بقى تمرين تاني وبيقول لي احسب الخمات والتكاليف اللازمة. تمرين تاني هو تمام? يقول لي احسب الخمات والتكاليف اللازمة لبناء ميت متر مقعب مباني. ميت متر مقعب ايه? مباني. فوق سطح الارض هو حدد لي هنا. المباني اللي انا هشتغلها فوق سطح الارض من الطوب الرملي مقاس خمسة وعشر في اتناشر في ستة. بمونة الاسمنت والرمل بنسبة تلتمية كيلو جرام اسمنت لكل متر مقعب ايه? رمل. يبقى لكل متر مقعب رمل لكل متر مقعب رمل هنحط له كم? تلتمية كيلو جرام اسمنت. علما بانه سمن الالف طوبة هنا كم? تلتمية وعشرين. وسمن طن الاسمنت خمسمية وعشرين. وسمن المتر مقعب رمل خمسة وثلاثين جنيه. قلنا برضو عشان ما حدش اقولك ايه الرمل هي الرمل بخمسة لا اه اصعار افتراضية او اسمن افتراضية اهم حاجة ان احنا نعرف الخطوات اي مسألة بتتحل ازاي? سمن المتر مقعب رمل خمسة وثلاثين جنيه. واجرة البناء في اليوم الواحد. البناء الواحد ستين جنيه. والعام الواحد تلاتين جنيه. نسبة استهلاك العدة عشرة في المية وارباح المياول عشرة في المية. يبقى الحاجات اللي احنا هنركز عليها الكمية اللي انا هشغالها ادي ايه? ميت متر مقعب. طيب. تاني حاجة. نسبة الاسمنت موجودة كام? تلت ومية. سمن الالف طوبة كام? تلت ومية وعشرين. طن الاسمنت خمس ومية وعشرين. سمن المتر مقعب رمل خمسة وتلاتين جنيه. اجرة البناء في اليوم الواحد البناء الواحد. خلي بالك. احنا هنيجي هنا نبص على الايه? على القاعدة بتاعتنا. هقول لك ان هما اتنين بنا. مش بنا واحد. اتنين بنا. واربعة فاعل. اشوف هو هيحدد لي فوق فوق سطح الارض ولا تحت سطح الارض? لو فوق سطح الارض الناس دي هتشتغل وتنفز لي كم متر في اليوم الواحد? خمسة متر مقعب. طيب لو تحت سطح الارض سبع متر مقعب. طيب هو هنا بيتحك علي ويرجيب لي ايه? ده بنا واحد بستين جنيه. والعمل الواحد بتلاتين جنيه. انا نركز في الحاجات دي. نسبة السهلاك العدة عشرة في المية. وارباح المياول التعالي هنا برضو. عايز يتحك علينا برضو في حتة تانية. ان هو بدل ما يجيب لي نسبة الارباح حتة واحدة. لا التعالي. قال لي نسبة نسبة ارباح العدة او نسبة العدة السهلاك العدة. لو العدة بازت او قسرت. يبقى نسبتها كم لوحديها او نصبها كم? عشرة في المية. طب المياول برضو الواحده عشرة في المية. يعني هو قطع للعشرين في المية بتاعت المسألة اللي فاتي. طب تعالي نبص مع بعض كده. هنقول ايه اللي جابه? اول خطوة هنقول له ايه? حساب الخامات والتكاليف. حساب الخامات والايه? والتكاليف. اللازمة لعمل ميت متر مكعب. ابص على المفتاح بتاع المسألة. ميت متر مكعب ميم قس تلاتة. مباني. يبقى انا هشتغل بلايه? الداتا او القعدة اللي انا هشتغلها بالمتر الايه? بالمتر المكعب. اللي هي بتقول ايه القعدة بتاعتي? ربع المتر الواحد. بيحتاج ربع مية وخمسين. قالب. تمام? مقاس خمسة وعشرين في اتناشر في ستة. وعندي خمسة وعشرين من مية متر مكعب رمل. وعندي نسبة الاسمنت عشان اجيبها اضرب نسبة الرمل في نسبة الاسمنت اللي هو مداني في في المسألة. اللي انت لو بصيتها على المسألة هتلاقي تلتمية كيلو جرام ايه? اسمنت. تعالوا نبص كده مع بعض. اول حاجة الرصة اللي احنا حفظينها خلاص. دي سوابت. اول حاجة ايه? طوب. يبقى طوب وبعدها هتلاقي على طول. اوتوماتيك ده. طوب. رمل اسمنت. طوب بيساوي. الكمية اللي احنا احنا اشتغلها ديه. ميت متر مكعب. يبقى المية في ربعمية وخمسين واقسمهم على الالف. هيطلع خمسة واربين الف طوبة. خمسة واربين الف طوبة. يبقى انا عشان انفز الميت متر مكعب دولت. تمام? الميت متر مكعب محتاج خمسة واربين الف طوبة. طب الالف طوبة الواحدة واقف عليها بكم في السوق? تلتمية وعشرين جنيه. ضربتهم. ضربت الخامة اللي هي الخمسة واربعين متر. ضربتها في سعر. خمسة واربين الف طوبة متأسف? خمسة واربين الف طوبة. ده ربطها في سعر الالف طوبة تلاقي بكم يا شباب? تلاقي باربعتاشر الف وربعمية جنيه. يبقى انا لما اروح اشتير الطوب يبقى انا معايا في جيبك ده هو التوب لوحده نصيبه اربعتاشر الف وكام وربعمية. طب الخطوة اللي بعد كده. الرمل السوابت بتاعتي القاعدة التانية اللي ايه? الرمل بيساوي مية هتيجي تقول لي المية احنا حفزنا خلاص الكمية اللي انا هشتغلها. كمية المباني في خمسة وعشرين من مية متر مقعب رمل. هاضربهم في بعض يطلع لخمسة وعشرين متر مقعب ايه? رمل. في سعر المتر بكم بخمسة وتلاتين. يبقى انا ضربت الخمسة وعشرين في خمسة في خمسة وتلاتين. هيطلع لي تمنمية خمسة وسبعين جنيه. تمنمية خمسة وسبعين يا شباب. تمنمية خمسة وسبعين جنيه. طيب نيجي الخطوة اللي بعدها الاسمنت. مية. المية ديت احنا عارفنا. كمية المباني. اضربها في خمسة وسبعين. هترجع وتقول لي الخمسة وسبعين دي جات منين. خطوة حافظناها وسؤال خلاص ايه? اتفرض عليه. الخمسة وسبعين ديت الخطوة اللي انا قلتلك عليها تعمت ان انا اشوف ك كده هو تصحي معي ولا لا? الخطوة اللي هي الخمسة وعشرين من مية متر مكعب ايه? بتاعت اللي هي? الاسمنت. ضربتها في نسبة الاسمنت في التمرين? جايبها لي كام? تلتمية وخلي بالك. ان في شباب بيغلط وياخد سعر الاسمنت. في ناس بتغلط وتستعجل. تمام? وتاخد سعر الايه? سعر الاسمنت. لا انا انت لما تاخد اللي الرقم تاخد نسبة الاسمنت في التمرين اللي هي مسلا تلتمية كيلو جرام اسمنت لكل متر مقعب رمل. او تلتمية وخمسين كيلو جرام ايه? تلتمية وخمسين كيلو جرام اسمنت لكل متر مقعب رمل. ما متستعجلش وتغلط وتاخد اللي سعر الايه? سعر الاسمنت. لأ. ناخد نسبة الاسمنت تضربها في خمسة وعشرين من مية طلب يعلي خمسة وسبعين كيلو جرام. هنرجع وتقول لي اول اسمنت يا استاذ بيتبع بالكيلو جرام. لا بيتبع بالطن. يبقى هقسموا واحولوا من الطن للايه? احولوا من الكيلو جرام للي مين? للطن. يبقى المية لكن مية المباني في خمسة وسبعين. وعرفنا الخمسة وسبعين دي جات اتمنين اروح اسمع على الالف اللي هو تحويل من الكيلو جرام للطن. تلعب بسبعة ونص طن. عايز سبعة سبعة ونص طن. اسمن. يبقى انا عشان انفز مباني. تمام? محتاج ادي اسمن سبعة ونص ايه طن اسمن. اضربها في سعر الطن الواحد اللي هو كام? خمسمائة وعشرين. اللي يبقى الخمسمائة وعشرين في سبعة ونص. اللي هي السبعة سبعة طن ونص دول هيطلع لي كام يا شباب فلوس? هيطلع لي تلات تلاف وتسعمائة جنيه. تلات تلاف وتسعمائة جنيه? طيب تعال نبص مع بعض كده. يبقى انا عشان انفز الميت متر مكعب مباني عشان انفز الميت متر مكعب مباني محتاج خمسة واربعين الف طوبة. ومحتاج خمسة وعشرين متر مكعب رمل. ومحتاج سبعة سبعة ونص طن اسمنت. طيب فلوسه ما اديه? الالف طوبة اربعتاشر الف وربعمية. طيب والرمل تمنمية خمسة وسبعين والاسمن تلاتة تسعمائة. اتبعهم من تلاتة على بعد يطلع لي سمن او اجمالي سمن الخمات. اللي هو الاربعتاشر ربعمية زائد تمنمية خمسة وسبعين زائد تلاتة تسعمائة تلعلي كام يا شباب? تلعلي تسعتاشر مية خمسة وسبعين. تسعتاشر كام يا شباب? سعتاشر الف مية خمسة وإيه? وسبعين. ده اجمالي سمن اللي يبقى انا عشان ننفذ المية متر مقعب مباني يبقى انا عامل حسابي ان انا ايه معايا في جيبك وده قوة تسعتاشر الف مية خمسة ايه? وسبعين. طيب جبت الخمات هركنها في الشارع. عايز صنايية على طول عشان الحاجة ايه? ما تتخدش وتضحك علينا. طيب يبقى احنا نخش على الخطوة اللي بعدها حساب اجور العمال اللي هي المصنعية. طيب حساب اجور العمال اللي هي المصنعية. ايه اللي يا بش مهندس خلي بالك. ايه اللي في المسألة. عندك الصنايعي الصنايعي الواحد بستين جنيه. البنة الواحد بستين. والعمل الواحد بتلاتين. طيب وانا هجيب صنايعي واحد ده هو قال لك ايه? قال لك ان انت اتنين بنة زائد اربعة صنايعية مساعدين. تمام? هينفزوا خمسة متر مقعب مباني. خمسة متر مقعب ايه? مباني. عشان دية المسألة دي لو رجعت كده للهد بتاع السؤال هتلاقى فوق سطح الارض. طيب. يبقى تعالوا نبصوا مع بعض كده. مصنعية المتر الواحد. اتوقف علينا ازاي? اتنين البنة الواحد بستين جنيه. يبقى اللي اتنين بنة نصيبهم في اليوم الواحد مية و مية و ايه? مية وعشرين جنيه. طب اللي اربعة فاعل. الفاعل الواحد بتلاتين. يبقى اللي اربعة فاعل بتلاتين. يبقى اربعة فاعل في تلاتين جنيه. يبقى الفوعلية الفوعلية الوحديهم نصيبهم مية وعشرين جنيه. يبقى اللي اتنين دولت مع بعض نصيبهم واقف عليك كده في اليوم الواحد بكام? اجمع لليوم الواحد ميتين واربعين جنيه. اللي اتنين بنا في ستين بمية وعشرين واربعة في تلاتين بمية و ايه بمية وعشرين. اجمعهم على بعض. يبقى الصناعية دول اتنصبهم في اليوم الواحد متين واربعين جنيه. ينفزوه لي. ينفزوه لي خمسة متر مكعب. ياخدو كام? متين واربعين جنيه. طب هو انا هنفز متر واحد. انا هنفز ميت متر. هؤلاء الصناعية يمكنهم بناء خمسة متر مكعب في اليوم الواحد. اذا لتنفيذ الميت متر مكعب مباني يحتاج الى المية. المية دي كمية المباني اللي انا هشتغلها. اللي انا هنفزها. هقسم على كمية اليوم الواحد اللي هو هيقدروا ينفزوها لقى الخمسة متر. هيطلع لي كم يوم? هيطلع لي عشرين يوم. يبقى المية متر دولت هينفزوهم في كم يوم? في عشرين يوم. طب هو اليوم الواحد وقف علي يب كام? بميتين واربعين جنيه? يبقى العشرين يوم دولت يعملوا كم يا شباب? ازا مصنعية العشرين يوم بتساوي متين واربعين جنيه. حدتها مننا? الميتين واربعين دي جات منين? اللي هو اجبال اليوم الواحد اللي هي الميتين واربعين في عشرين يوم? تمام? اهي ادي العشرين يوم. هيطلع لي تكلفة الصناعية او حساب المصنعية للعمال ده بنظام الطريحة او بنظام اليومية تمام? اربعة تلاف وتمنون ميت جنيه. اربعة تلاف وتمنون ميت ايه? جنيه? طيب يبقى المصنعية اربعة تلاف وتمنون مية. طب والخامات كانت كام? عاملة كام? تسعت واشر مية خمسة وسبعين. اجمع الاتنين على بعد يبقى اول رقم اللي هو حساب الخامات اللي هو اجمالي سمن الخامات طلع بكم? تسعت واشر مية خمسة وسبعين. المصنعية تلعت بكم? تلعت باربعة تلاف وتمنون مية. اجمعهم على بعد يعملوا لي تلاتة وعشرين الف تسعمية خمسة وسبعين. تلاتة وعشرين الف تسعمية وكم? سعمية خمسة وسبعين. يبقى ده القيمة دي اجمال اجمالي الخامات والايه? والمصنعية. طب تعالى نشوف بقى الخطوة اللي بعدها اللي هي التالتة استهلاك العدة. هناك في المسألة اللي عدت كان جايب لي استهلاك العدة والارباح بتاعت المئاون كلهم عشرين في المية. لا ده هنا لو تفتكر اطع لي العدة الوحديها حساب العدة الوحديها عشرة في المية. طب العشرة في المية. الناتج الاخير طلع بكم يا استاذ? قال لك طلع بتلاتة وعشرين الف تسعمية خمسة وسبعين. هات العشرة في المية بتاعتهم هيطلعوا كم? كم? الفين تلتمية سبعة وتسعين ونص. الفين تلتمية سبعة وتسعين وخمسة من عشرة. تمام? جنيه. ده نصيب العدة. نصيب ايه? العدة. طيب اخر رقم انا جمعته في الخطوة اللي فاتت اللي هو كم? تلاتة وعشرين تسعمية خمسة وسبعين. اللي هو نصيب نصيب ايه? نصيب الخمات والمصنعية. نصيب الخمات والايه? او حساب الخمات والايه? والمصنعية. اجمعهم. يبقى اجمالي سمن الخمات والمصنعية. تمام? طلع بكم? اللي اتنين دول مع بعض. طلع بكم? تلاتة وعشرين الف تسعمية خمسة وسبعين. طيب اجمع على نسبة السلاك العدة اللي هي طلعت بكم? الفين تلتمية سبعة وتسعين ونص. قادروا ليه? الفين تلتمية سبعة وتسعين ونص. اجمع على الخمات والمصنعية. هيطلع على ستة وعشرين الف تلتمية اتنين وسبعين ونص. ده عشان انفز ميت متر مكعب ايه? ميت متر مكعب مباني. طيب? ده ده كده السلاك العدة والي ايه? السلاك العدة. اللي هي العشرة في المية. طب تعال بقى نشوف نسبة ارباح الاول كامل واحده عشرة في المية. اخد اخر اخر قيمة انا جمعتها. اللي هي ستة وعشرين الف تلتمية اتنين وسبعين ونص. اجيب العشرة في المية بتاعتها. زي ما عملت استهلاك العدة والاربعة. ستة وعشرين الف تلتمية اتنين وسبعين ونص. اضربها في عشرة واقسمها على مية. اللي هي العشرة في المية. طلع لنصيب المأول لوحده وهو قاعد كده. تمام? هيتبع له العمال والسلم منه. طلع نصيبه الواحده كام? الفين ستمية سبعة وتلاتين جنيه وربعة. الفين ستمية سبعة وتلاتين وخمسة وعشرين من مية جنيه. طيب يبقى اخر قيمة انا جمعتها كام? استهلاك العدة اجمالي سمن التلات خطوات اللي هي بلي كده. الخمات والمصنعية والسهلاك العدة تلعت بكام? ستة وعشرين الف تلتمية اتنين وسبعين ونص. طب اجمع على ارباح المية وللي هي العشرة في المية. تمام? جمعتهم على بعض. يبقى انا هقول له ايه? اجمالي سمن المصنعية ونسبة استهلاك العدة. وارباح المقاول اللازمة لعمل ميت متر مقعب مباني بتسوي ايه يا شباب? سوي ستة وعشرين الف اهيه. الخطوة اللي لها بليها ستة وعشرين الف تلتمية اتنين وسبعين ونص. اجمع على نسبة ارباح المقاول اللي تلعت لوحدها الفين ستمية سبعة وتلاتين ويه? وربعة. اجمعهم على بعض. طلع اللي كم يا شباب? طلع اللي تسعة وعشرين الف وتسعة وخمسة وسبعين من مية جنيه. وخمسة وسبعين من مية ايه? جنيه. تمام? يبقى ده اجمالي. اجمال الخطوات دي كلها اللي هي المصنعية والسهلاك العدة. الخمات. الخمات والمصنعية ونسبة استهلاك العدة. وارباح المقاول طلع كم? تسعة وعشرين الف وتسعة. وخمسة وسبعين من مية ده طلع بالايه? بالجنيه. طيب لما ييجي حد السؤال المعتاد. لما ييجي حد يسألني ويقول لي عايز اعرف سعر المتر واقف عليك بكام? خمات ومصنعية. واستهلاك عدة وارباح مقاول هيقف عليك بكام المتر الواحد. هقسم القيمة ديت على كمية الامطار اللي انا بنفزها اللي هي الميت متر. يطلع لي سعر المتر الواحد. سعر المتر الواحد ايه? خمات ومصنعية ونسبة استهلاك عدة وايه? وارباح. ده بالنسبة للايه? لحساب المتر المقعب مباني. ده بالنسبة لحساب المتر المقعب ايه? يبقى احنا اخدنا تمرينين كده. كده احنا اخدنا تمرينين واحدة بنظام اليومية واحدة بنظام اللي المصنعية طبعا بنتكلم عشان الخطوات هي هي بس احنا بنتكلم ايه? الحاجات اللي تختلف معايا او هتفرم معايا في المسألة تمام? لما يجي يقول لي عندك مصنعية بالمتر المربع او بالمتر المكعب تمام? والمتر الواحد وقف عليك بقى ده مية جنيه بمتين جنيه خمس ومية جنيه الف جنيه على حسب ما يكون الاتفاق. او ناتفاقها يوميات نظام الطريحة تمام? يبقى احنا كده خدنا تمرينين بالنسبة للمتر المكعب وقبل كده في الحلقة اللي قبل كده خدنا برضو نفس النظام. واحدة بنظام اليومية اللي هي بنظام الطريحة تمام? واحدة بنظام الي ايه? بنظام المتر. طب عشان نخلص اللي هي حساب حساب التسمين عشان نخش بقى ان شاء الله بعد جدوات في اللي ايه في الجزئية الجديدة بعد كده ان شاء الله وازاي نحسب مكعبات الشغل بتاعي والجداول الكميات بتاعتي تمام? لما يجي لي في الامتحان ويقول لي مسلا احسب اعمال حف اعمال ايه? اعمال حف يقول لي تعالوا نبص مع بعدي كده يقول لي اوجد تكاليف حف اوجد تكاليف حف خمسة وتلاتين متر وتمانية وعشرين من مية متر مكعب في ارض عادية. علما بان يوم يومية الفاعل يومية الفاعل خمسة وسبعين جنيه. هنشتغل ايه كده? حف الكمية اللي انا هشتغلها اديه? خمسة وتلاتين وتمانية وعشرين من مية متر مكعب في ارض عادية. طيب نسبة السهلاك العدة ادي ايه? عشرة في المية. نسبة السهلاك العدة ادي ايه? عشرة في المية. وارباح المقاول ادي ايه? عشرة في المية. طيب هنيجي بعد جدا هنقول له الحل بتاعنا. القاعدة الاساسية بتاعتي هقول له عشان احفر برضو القاعدة اللي احنا اشتغلنا عليها زيها زي المتر المربع وزيها زي المتر المكعب. عشان نحفر في ارضى عادية. تمام? يحتاج في اليوم الواحد لتنفيز حفر ستة متر مكعب بيحتاجوا ايه? اتنين فاعل. بيحتاجوا ايه يا شباب? بيحتاجوا اتنين فاعل. الاتنين فاعل دول هينفزولي في اليوم الواحد اديها شباب ستة متر مقعب حفر طيب خلي بالك نرجع للمسألة يومية الفعل الواحد خام خمسة وسبعين جنيه خمسة وسبعين جنيه طب هرجع وروح ايه له ايه لحفر ستة متر مقعب عشان احفر ستة متر مقعب في يوم واحد تمام هحتاج ايه هحتاج اتنين فاعل هحتاج اتنين فاعل اجرة الفاعل الواحد في اليوم الواحد يعني خمسة وسبعين جنيه خمسة وسبعين ايه هو جايبها لي في المسألة هو بس القاعدة الاساسية ان انا هشتغل الاتنين فاعل بينفزوا قد ايه ستة متر مقعب حفر ستة متر مقعب ايه حفر يعني كل واحد كل فاعل ينفي يشتغل لوحده كده تلاتة متر طب تعال انبصش كده مع بعض يبقى اذا الخمسة وسبعين جنيه ديه اللي هي اجرة الفاعل في اليوم الواحد تمام هنقول له الخطوة اللي بعد كده هنقول له بما انه جملة الاجور لعدد اتنين فاعل جملة الاجور لعدد اتنين فاعل هنقول له اتنين في يومية الفرد الواحد اللي هو الفاعل الواحد خمسة وسبعين. يبقى اللي اتنين في اليوم الواحد دي ايه? نصيبهم كام? مية وخمسين جنيه. مية وخمسين جنيه. يبقى مصنعية المتر الواحد هتقف علي بكام? مصنعية المتر المكعب الواحد بتساوي مية وخمسين. مية وخمسين. اقسم على ستة. هترجع وتقول لي الستة دي اتمنين مش هنطوه بقى. القعدة اهيه? الاتنين فاعل هينفزوا قد ايه في اليوم الواحد? ستة متر ستة متر المكعب. تمام? طيب يبقى المية وخمسين. المية وخمسين ديت. مية وخمسين ايه? مية وخمسين ينيه. على عدد الامطار اللي هم هينفزها في اليوم الواحد. يبقى المتر هيقف علي بكام? بخمسة وعشرين جنيه. يبقى المتر وقف علينا بكام? بخمسة وعشرين جنيه. اذا مصنعية الحفر بقى اللي ايه الخمسة وتلاتين متر وتمانية وعشرين من مية. تمام? في ارض عادية اروح ضربها في مصنعية المتر الواحد حفر. اللي هي هتوقع علي بكام? بخمسة وعشرين. يبقى خمسة وتلاتين وتمانية وتمانية وعشرين من مية. اضربها في خمسة وعشرين. تلعت بكام يا شباب? سبعمية وتمانية وخمسة وسبعين من مية جنيه. دي مصنعية ايه يا رجالة? مصنعية الحفر. مصنعية لايه? الحفر. الكمية قد لنا فرق خمسة وتلاتين وتمانية وعشرين من مية. طيب. هو طالب ايه في المسألة? عايز تكاليف الحفر. حسب تهاله. يبقى احنا اهم حاجة في حتة الحفر. هنركز على القاعدة الاساسية في الحفر. يحتاج في اليوم الواحد لتنفيذه ستة متر مكعب. الى ايه? الى اتنين فاعل. اتنين ايه? فاعل. يبقى المصنعية طلعت ايه? بسبعمية وتمانية خمسة وسبعين من مية ايه? طيب. الخطوة اللي بعد كده? قال لي استهلاك العدة كام يا شباب? قال لك استهلاك العدة عشرة في المية. طب القيمة اللي طلعت اللي ايه? قيمة المصنعية تلعت بكم? سبعمية وتمانية خمسة وسبعين من مية. اضربها في عشرة. اضربها في عشرة واسمها على الايه? المية. اللي هي العشرة في المية اللي هي النسبة الماوية عايز اجيب النسبة الموية اللي هي العشرة في المية بتاعت اللي هي اللي هي المصنعية بتاعت العماء. سبعمية وتمانية خمسة وسبعين. طلعت بكام يا يا بشمهندسين نصيب العدة او حساب العدة لو حصل لها اي حاجة او عايز اشتري عدة جديدة. هيطلع نصيب العدة الوهدية سبعين جنيه وتمانية وتمانين من مية جنيه. طيب يبقى طلع الخطوة اللي فاتت المصنعية سبعمية وتمانية خمسة وسبعين. وطلع في الخطوة التانية استهلاك العدة تلع سبعين جنيه تمانية وتمانين اجمعهم على بعد الخطوتين دول جمعتهم على بعد اسمهم ايه اجمالي سمن المصنعية ونسبة استهلاك الايه العدة. يبقى المصنعية تلعت بكم سبعمية وتمانية خمسة وسبعين. نسبة استهلاك العدة تلعت بكم سبعين جنيه تمانية وتمانين. جمعتهم على بعد. يطلع لكم سبعمية تسعة وسبعين وتلاتة وستين من مية جنيه ده استهلاك الايه العدة الناتج اللي طلع ده هجيب نسبة الماول وهو قاعد معي زي الباشا كده هو اللي اتفقت معاه قال لك ايه هياخد عشرة في المية العشرة في المية ديت هاخد القيمة الاخيرة اللي طلعت اللي هي سبعمية تسعة وسبعين وتلاتة وستين من مية اضرابها في عشرة وقسمة على كام وقسمة على مية. تمام? طيب دربته وقسمت اللي هي السبعمية تسعة وسبعين وتلاتة وستين من مية طلع نصيب الماول اللي واحده سبعة وسبعين جنيه ستة وتسعين قرش. سبعة وسبعين جنيه وستة وتسعين ايه? ستة وتسعين قرش. يبقى ازا اجمالي سمن المصنعية ونسبة استهلاك العدة وارباح الماول اللازمة لحفر خمسة وتلاتين متر مكعب خمسة وتلاتين وتمانية وعشرين من مية متر مكعب في ارض عادية هنعمل يا شباب هجمع المصنعية ونسبة استهلاك العدة والارباح للمقاول اجمعهم على بعض. اخر حاجة انا كنت جمعها كام? سبعمية تسعة وسبعين وتلاتة وستين قرش. طيب المقاول هيطلع نصيبه كام? سبعة وسبعين. اجمع الاتنين دول على بعض سبعمية تسعة وسبعين. وتلاتة وستين من مية اجمعها زائد نسبة ارباح المقاول سبعة وسبعين جنيه وستة وتسعين من مية اجمعهم على بعض اهي. هيديني كام يا شباب? هيديني تمنمية سبعة وخمسين جنيه وتسعة وخمسين من مية جنيه. ده الاجمالي عشان انفز قدية يا شباب. عشان انفز الخمسة وتلاتين متر مكعب مباني عشان انفز متأسف عشان انفز الخمسة وتلاتين من مية وتمانية وعشرين خمسة وتلاتين متر وتمانية وعشرين من متر. خمسة وتلاتين وتمانية وعشرين من مية متر مكعب حفظ في ايه? عادية. طيب. كده احنا خدنا حساب التسمين بتاعنا يا شباب. كده احنا خدنا حساب التسمين بتاعنا. حساب. حساب تسمين بالمتر المربع. لو حبينا نراجع كده هو مراجعة سريعة. على اللي احنا خدناه في الحلقتين اللي فاتوا. الحلقة اللي فاتت والحلقة ديت. حسبنا المتر مربع وحسابنا المتر المكعب مباني. وهنا يا شباب ايه? اه الفرق ما بين المتر المربع. والمتر المكعب? ان المتر المربع محصوب طول في ايه? طول في عرض. طول في عرض. ده بالنسبة للايه? للمتر المربع. طيب. المتر الواحد. هيحتاج قدية يا شباب عشان ننفذه. متر مكعب مباني. هحتاج ستين طوبة. وخمسة وعشرين من مية متر مكعب تلاتة من مية عفوا تلاتة من مية متر مكعب رمل ونسبة الاسمنت عايز احسب الاسمنت هاضربها هاضرب نسبة الرمل اللي هي التلاتة من مية اضربها في كمية الاسمنت او نسبة الاسمنت اللي هيداني في الايه في المسألة ده بالنسبة لايه ده بالنسبة للمتر الايه رجالة بالنسبة للمتر المربع طب بالنسبة للمتر المكعب طب واحد هيسأل نركز كده ونراجع كده على حساب المصنعية بالنسبة للمتر مربع قال لك يا باشمانديس المصنعية هتنقسم الى نوع مصنعية باليومية تمام اليومية اللي هي نظام الطريحة اتنين بنى زائد اربعة فاعل اتنين بنى زائد اربعة فاعل تمام هينفزولي يا شباب بعد كده هو هينفزولي في اليوم الواحد اربعين متر هينفزولي اربعين متر مربع مباني في اليوم الايه في اليوم الواحد طيب ده بالنسبة للمتر الايه بالنسبة للمتر المربع طيب تعال نبص بقى للمتر المكعب مراجعة كده هتعالي برضو تمام ايه هو المتر المكعب المتر المكعب يا شباب عبارة عن تلات حاجات مضربين في بعض الطول في عرض في ايه في ارتفاع طيب احتياجات المتر الواحد عشان ننفذ متر مكعب مباني. هحتاج قد يا شباب. هحتاج ربعمية وخمسين قالب. طوب مقاس القالب الواحد خمسة وعشرين في اتنشر في ستة. تمام? ونسبة الرمل عندي. اللي هي نسبتها بتسوي كم? خمسة وعشرين من مية متر مكعب مباني. خمسة وعشرين من مية متر مكعب رمل. طيب. بالنسبة للأسمنت. الاسمنت عندي. نسبة الاسمنت عندي يا شباب. هروح ضربها نسبة الرمل اللي هي الخمسة وعشرين من مية. اروح ضربها في كمية الاسمنت اللي موجودة عندي في التمرين. سواء الدهنة تلتمية او الدهنة تلتمية وخمسين او الدهنة ايه ربعمية. تمام? ده القاعدة الاساسية بتاعتي في الايه? بالنسبة للخمات. طب بالنسبة للمصنعية. بالنسبة للمصنعية يا شباب. هنحسبها ازاي? هنحسبها برضو كمية المباني. هروح ضربها في سعر المتر الواحد. تمام? يديني ايه? حساب المصنعية. او نظام نظام اليومية. نظام اليومية ازاي? عندي حتين. لا فوق فوق سطح. هيبني الراجل البنة ده هيشتغل فوق سطح الارض ولا تحت سطح الارض? فوق سطح الارض هيشتغل ازاي يا شباب? هينفز لي اتنين بنة زائد اربعة فاعل. هينفزولي قد ايه? مباني. هينفزولي هينفزولي يا شباب خمسة متر مكعب مباني. تمام? يبقى دي مراجعة سريعة للي احنا خدناه بالنسبة لليه? لحساب التسمين المباني. والى اللقاء اخر في الحلقات القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.